واحد من الشيبان يقول يا شيخ والله العظيم أني صليت لله ستين سنة في القرية في قريتي ما ظننت أن السنة الراتبة اللي قبل الظهر وبعد المغرب والعشاء وقبل الفجر ما ظننت أنها مندوبة ظننتها واجبة لي ستين سنة أتسنن على أنها واجبة وعن قيام الليل واجب وعن صلاة الضحى واجبة الله يحسن عزاكم اللي ما تصلون يقول والله إلا وأنك تعزينا حتى لا عزاء لنا كان يصليها كأنها واجبة ثابتة عليه ثم قال يا شيخ لماذا يصلون ويهربون يهربون من ربي يصليوا التسليم الثاني عند النعال يا ما يستحون من الله عطاهم وعطاهم